السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن ما زلنا في رحاب القرآن العظيم نتأمل في اياته ومعانيه واحكامه وحكمه واسراره نسير نحو كيف نزل القرآن خطوة خطوة اول ما نزل كان من سورة العلق ثم جانبا من سورة المدثر ثم سورة المزمل ثم نحن الان في سورة القلم هذه السورة تحدثنا بالامس عن المقطع الاول منها وهو مقطع موجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتهمه كفار قريش بانه مجنون وبانه يسعى لكسب الدنيا وللزعامة وهذا كله اثر عليه في نفسه فجاءت هذه السورة تخفف هذه المعاناة على حبيب الرحمن ويقسم ربنا عز وجل بانهم كاذبون فيقول نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون ربنا يزكي حبيبه وصفية وخليلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد كل مقطع في القرآن الكريم يشدك الى كلام الله كل مقطع ربنا يطرح فيه اشكالية ثم يبين السيناريوهات الممكن ان يقع فيها العبد ثم بعد ذلك يعطينا سبل الهداية ثم يغرينا بان نعود اليه عودا جميلا هذا هو اهم السمات التي تطبع منهج القرآن العظيم اراد الله سبحانه وتعالى ان يهدي كفار قريش ومن على شكلتهم من الطغاة والجبابير والظالمين عبر التاريخ في الاول مقطع السورة الاول ربنا وجه الخطاب لحبيبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الان ربنا يستهدف هؤلاء القوم الذين يعارضون الدين ويعارضون القيم ويعارضون العقيدة ويعارضون الحق لماذا لان عندهم الاموال وعندهم السلطات فاذا بربنا عز وجل يعطيهم مثال مثال يعرفه اهل قريش لان اهل قريش كانوا تجارة كانوا يبيعون ويشكرون وتجارتهم رائجة والاموال كثيرة فاعطاهم متال قريب منهم اعطاهم اصحاب الجنة من هو اصحاب الجنة؟ ليست الجنة السماوية هذه الجنة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها جنة في السماء ستكون بعد يوم القيامة لكن يقصد ربنا جنة فوق الارض في منطقة اليمن قريبة من البلاد العربية في مكة المكرمة بلاد اليمن هناك مدينة صنعاء القصة تحكي عن هذا الحدث صنعاء كانت منطقة فلاحية ظاهرة وكان رجل من اهل الكتاب رجل صالح مؤمن ربنا اعطاه الايمان واعطاه المال الوفير واعطاه مزرع بستان كبير سمه ربنا جنة لانه جميل غاية في الجمال بستان مترامي الاطراف حوله الاشجار اشكال والوان فيه الكروم والزروع وفيه التمار وحوله الانهار جنة عظيمة هذا الرجل الصالح كان يكتر من العطاء للفقراء والمساكين فكان ربنا عز وجل دوما يزيده من فضله وكان التمار تأتيه بوفرة ثم كان يشكر الله على ما اعطاه فيضاعف له الله العطاء رجل اعطاه الله المال زائد الايمان فكان ربنا عز وجل يكرمه كلما شكر الا وزاده وكلما تصدق الا وضاعف له فكان الفقراء والمساكين يتحلقون حول بستانه فيقول ادخلوا مرحبا بكم كل من اراد شيئا اكلوا واشربوا هنيئا لكم ان المال مال الله ونحن مسخرين في هذا المال فربنا اتنا عليهم لكن هذا الرجل كان له ذرية وكان له ورثة فلما مات اول ليلة لما مات الورثة اجتمعوا وقالوا لقد كان ابونا ضعيفا وهؤلاء الفقراء والمساكين كانوا يستغلونه ويأخذون منه الاموال ويأخذون له حقوقه تعالوا بنا نضع سياج على الحديقة على المستان ونمنع اي كان يدخل من الفقراء يمد يده ويأخذ ما يحلو له احد هؤلاء الاولاد اوسطهم احدهم كان فيه بدرة ايمان ويقين فقال لا نفعل ربنا عز وجل اعطانا المال فلنعطي مما اعطانا الله فقالوا اخرس انك مثل ابيك ضيعنا وضيع الاسرة فيحكي ربنا ما الذي وقع الذي وقع وهو ان هذه القرية في تلك الليلة غضب الله عليهم غضبا شديدا فارسل ريح صاعقة ارسلها بالليل فاذا بها احرقت كل المحصول واحرقت الجنة برمتها وصارت كلها رمادا وهم لما استيقظوا صباحا ارادوا ان يحكموا اغلاق الابواب ويستأتروا بالثمار والقمر لانفسهم فاذا بهم يفاجأون بان البستان والحديقة والمزرعة صار كله رماد فبدأوا يبكون وبدأوا يضربون ايديهم على خدودهم ويقولوا من الذي اصربنا اوسطهم هذا الذي فيه خير قال لو انكم تصدقتم وشكرتم لكان ربنا سوف يعطيكم في اخر الاية سيتحدث ربنا عن صاحب الحوت سيد يونس الذي قال ولا تكن كصاحب الحوت اذ ناداه هو مكدوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مدموم سيد يونس ايضا سوف يكتر من التسبيح يقول نفس الكلام سبحان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وسيدنا النبي اخر ما نزل عليه سبح اسم ربك الاعلى بل نزل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا التسبيح ايها الاحباب الكرام هو الدواء من اراد دواء لامراضه النفسية ولامراضه الروحية ومغفرة لدنوبه وخطاياه ربنا يعطينا الحل فقال هؤلاء القوم الذين اخطأوا قالهم اخوهم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاعتراف بالدم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون فقد شعروا بالندم وشعروا بالتوبة وارادوا ان يجددوا عهدهم مع الله ويعلمون بان الله تعالى يكرم عنده قانون التعوضات الالهية يعوض ما ضاع لا تبكي عليه لا تحزن سيعوضك بعض الناس قد تضيع لهم بعض الاموال او تجارات او فرص في الحياة تجده يبكي ليل نهار لا تبكي سبح وقل يا ربي لعل ما اصابني من دنوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الله تعالى لا يبسط الرزق للعبد ثم ينزعه منه مما وقع فيه من دنوب لما تقع في الدنوب تشر عليك غضب الله ويتوقف الرزق من كان يقول انا رزقي قليل قل له يا فلان اكثر من الاستغفار والتسبيح فلما سبحه وندمه ربنا عز وجل اكد انه سوف يعطيهم ثم ينتقل القرآن الكريم الى مشهد اخر هذا مشهد المشركين الضالين الطاغين دائما خاتمتهم الى بوار معنهم خاتمة نقول الله مرزقنا حسن الخاتمة كل من كان مشرك كل من كان ضال كل من كان محارب للدين هذا خاتمته نسأل الله السلام والعافية اذا لم تتدرك رحمة الله فانه في ضياع مبين وينتقل القرآن الكريم الى مشهد اخر فيقول ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الله تعالى ينتقل الى مشهد جميل جدا مشهد المرحومين المكرومين وهم المتقون كل من يتق الله تعالى ربنا وعده بان هناك جنة الخلد في انتظاره العمر قصير وقد دفن احبابا كتير لنا دفن احبابنا واقاربنا ورجعنا من المقابر وسوف يأتي يوم نكون نحن من سوف يدفن في المقابر ماذا هناك بعد الموت هناك بعد وهناك نشور وهناك جزاء هناك جنة او نار فربنا يريد مننا ان نكون من المتقين ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يوم القيامة سيأتي هؤلاء المشركون وهؤلاء الضالون والذين يحاربون الدين ويطالبون بحقوقهم لقد لقد تربوا على تقافة حقوق الانسان حقوقي حقوقي دم في عروقي لن انسها ولو اعدموني هذا الكلام ممكن ان تقوله امام البرلمان او امام مقر مؤسسة ادارية دي الدولة وتطالب بحقوقك ويعطوك او لا يعطوك اما عند الله تعالى فليس هناك حقوق بل هناك ربنا عز وجل يعطي من يستحق وكل من كان مكذبا بالدين فلا حق له افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا حكم جائر وظالم لم تكن تعترف بالله كنت تسخر من شريعة الله وكنت تحب نشر قيم باسم الحرية الفردية وتشيع الفاهشة بين الناس تريد ان ترخص للاجهاد تريد ان ترخص للعلاقات بالتراضي بين الذكر والانتع لي غير شرعية وتقول بان هذه حرية ربنا عز وجل يقول ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم لم تخيرون هؤلاء القوم انياتون بافكارهم هل عندهم كتب اخرى الكتاب المعزز المكرم وكلام الله هؤلاء القوم هل عندهم كتب نعم كتب بعض المستشرقين وبعض الفلاسفة الغربيين الغير المتوضئين الذين لا يعترفون بوجود الله عندهم شطحات عقلية وافكار متافيزيقية وافكار فلسفية غايتها انها بعيد عن الدين مستضمة مع الدين يدرسون كتب اخرى اول كتاب ينبغي ان يدرس وهو القرآن الكريم اولا ثم بعد ذلك انفتح على كافة التقافات الغربية والشرقية لكن اولا لابد ان تكون متشبعا بالقرآن الذي هو كلام الله تعالى بعد ذلك لا نخاف عليك اقرأ ما تشاء اقرأ الفكر اليساري او الفكر التقدمي او الفكر الحداتي او الفكر الماركسي او اللينيني او الفكر ديال فرايد اي مفكر كيف لا خوف عليك مادمت تنطلق من القرآن الكريم كلام الله رب العالمين ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لم تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لم تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم حوار بين الله تعالى وما بين هؤلاء المشركين والمضادين يوم القيامة حتى يوم القيامة انظروا الى رحمة الله انه يسمح لهم بالحوار يقدمون حجتهم وبراهينهم ويجيب اعلى مستويات الديمقراطية ديمقراطية عظيمة مالك الملك يتكلم معك انت اي العبد الفقير المدنب ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين كل هؤلاء بعضهم سوف يستنجدوا ببعض بعض المشركين او المخطئين او الضالنين سيبحثون عن شركائهم تعالوا معنا نضعوا اليد في اليد نقوم بالصمود نقوم بالكفاح هذا الصمود والكفاح ينفع في الدنيا في ساحة من ساحات النضال داخل الاراضي في المدينة او في القرية لكن يوم القيامة قلوا نضعوا اليد في اليد نضعوا الافتاء ونصارع او الديكتاتورية ويقولون بان الله عز وجل يظلمهم ربنا عز وجل يقول كل هذا باطل ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اول علامة سوف يبدأ بها الله تعالى لكي يميز المؤمنين الصادقين من غير المؤمنين وهو سوف يأمرهم بالسجود البعض قد يكذب يقول يا رب اني كنت صالحا وكنت من المصلين وكنت اعبدك واعتقد بوحدانيتك فربنا يقول اسجدوا ما معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يعني ان كل واحد من الناس يكشف عن ساقه وقيل ان الساق هو ساق الله ربنا عز وكما جاء في بعض الحادث عن ابي سعد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الله تعالى يتجلى بساق وربنا ليس كمثله شيء ربنا يقول عنده يد وعنده عين وعنده وجه وعنده جهة ولكن كل ذلك لا يقتضي التشبيه اطلاقا انك باعيننا اينما وليتم فتم وجه الله ويداه مبسوطتان كل هذا لا ينال التمثيل ولا التشبيه لما قال الساق ايضا يقصد به ان الله تعالى سيتجلى بعظمته وقيل هو نور نور يبزغ يوم القيامة فيجتمع الناس كلهم بالملايير منذ عهد ادم الى قيام الساعة سيجتمع العرب والافارق والامريكان وسيجتمع الاسيويون ودول التي لا تؤمن بالاله كل المخلوقات ستجتمع اين على ارض واحدة الاولون والاخرون السابقون واللاحقون لك ان تتصور هذا المشهد مشهد عظيم مخيف ومرعب فربنا عز وجل هو مالك الملك يوم يكشف عن ساق فيدعوهم الى السجود من كان مؤمن حقا فليسجد ما الذي يقع المؤمنون الصادقون يسجدون بكل بساطة لكن المشركون والضالون والملحدون والمعارضون هؤلاء اذا ارادوا ان يسجدوا دورهون تسيروا مثل البقر فاذا اراد ان يسجد انحنى على قفاه فيسجد في الاتجاه العكسي جمجمته تأتي على الارض المسلم والمؤمن جبهته تأتي على الارض فربنا يقول هذا الدليل من كان مؤمن صادق سيكون السجود بالنسبة اليه سليم لانه كان في الدنيا يركع ويسجد لله صادقا خاشعا ومن كان معارضا ومن كان منتقدا ومن كان رافضا فانه لن يستطيع ان يسجد اما يبقى متصلب واقف هكذا عموده الفقري لا ينحني واما يخر على قفاه وينحني عكسيا والعياد بالله يوم يكشف عن سوق عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون لا يستطيعون خاشعة ابصارهم أي شعروا بالندم لقد رفضوا الخشوع في الدنيا في الدنيا دائما متمردين في الدنيا دائما رافضين هناك سوف يخشعون بقوة الخالق عز وجل ترهقهم ذلة ذهبت الكرامة والعزة والكبرياء هناك ذلة امام الله تعالى ترهقهم ذلة ترهقهم ارهاق شديد من الذل وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون نحن الان من ارد ان يسجد بكل بساطة لكن اذا منع من ذلك فانه يوم القيامة سيواجه صعوبة كبيرة ثم يقول تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث رغم كل هذا الكلام هناك قوم يقولون كل هذا لنؤمن به كل هذا سفسطة كل هذا اساطر الاولين كل هذا في المرعب ليس له حقيقة ما زال هؤلاء القوم يجادلون ويكذبون رغم البراهين والادلة ورغم حوار الله معهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين هؤلاء المعاندون ربنا يحذرهم ان الله تعالى سيستدرجك سيأتيك خطوة 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 وقد يوقعك في العذاب والعقاب وانت التدري قد يكون عقاب الله تعالى ان يسلط عليك مرض من الامرض الشديدة فتصبح طريح الفراش لا حركة ولا سكون وقد يبتلك الله تعالى في يعطيك ابنا عنيدا يعذبك ويدخل معك في عراق وصراع هو ابنك من صلبك وقد يكون العذاب هو فزع بالليل وقد يكون اشكال افلاس او اتهام بالباطل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين اتريد ان تتسرع مع الخالق ربنا له كيد عظيم ربنا هو الرحمن الرحيم ولكن قال ان كيدي متين اذا اردت الكيد فلن تلعب مع الله من تكون انت ايو العبد الضعيف والدائرة التي معك منظمة او جهة فكرية او لوبي من اللوبيات الدولية لن تستطيع ان كيدي متين ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت الخطاب موجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لان هؤلاء القوم اغروه قالوا له يا محمد تخلى عن هذه الدعوة هذه الدعوة تفرق بيننا وتنغص علينا حياتنا اذا كنت مريضا يا محمد جئنا لك بالدواء هناك اطباء يدوونك واذا كنت تريد المال جئنا لك باموال وجمنا لك الاموال كثيرة حتى تكون اكترنا مالا واذا كنت تريد الزعامة ملكناك علينا وصرت زعيما ملكا علينا كل ما تريده سوف نعطيه لك يا محمد فالنبي الكريم جاءه عمه ابو طالب وقال له يا ابن اخي لا تحمني ما لا اطيق لكن النبي الكريم ماذا قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ابدا سيدنا النبي كان صارم في انه متمسك بهذه الدعوة وبهذا الخط التربوي الايماني حتى ولو ضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره لماذا لان ربنا بين له كل حقا قال احضر يا محمد احضر ان يفتنوك احضر ولا تكن كصاحب الحوت اعطاه اخل له في الدعوة وهو سيدنا يونس ابن متى عليه السلام سيد نونس سبقه نبينا الانبياء واغروه وخوفوه وفي الاخير تركهم ورحل بعيدا وركب في السفينة وغادرهم ولكن السفينة كدت ان تغرق فرموه في البحر فالتقمه الحوت ونزل به الى القعر اللجي وصار سيد يونس معدبا في بطن الحوت لا نتخلى عن الدعوة فكان جزاء تخليه ان الله تعالى سجنه في بطن الحوت وفي جوف البحر وفي ظلمة الليل ولا تكون كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم من اليوقع لليوقع شعر بالحزن العميق وصار يستنجد بربه اذ نادى ومكذوم لولا ان تدركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم هذا عقابه حتى للانبياء الانبياء اذا تخلوا عن طريق الله ربنا يعذبهم سيدنا يونس عذابه كان شديد كان بالامكان ان الله يرميه بالعراء وهو مذموم يعني بارد قاحلة صحراوية لكن الله تعالى رماه عند الشاطئ وانبتنا عليه شجرة من يقطين وكان لحمه لحم دون جلد سيد نونس بقي ثلاث ايام في بطن الحوت ولما نفضه الحوت كان جسمه لحم دون جلد فارد ربنا عز وجل ان يعالجه فانبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة دل سلاوي فكان يأكل منها ويدهن بها جسمه كمراهم حتى شافه الله تعالى وتاب الى الله بماذا فاشتباه ربه فجعله من الصالحين ما هو سبب القبول عند سيد نونس تبع لله تعالى كان كثير التسبيح لولا انه كان من المسبحين لا لابت في بطن الحوت الى يوم يبعثون التسبيح ايها الاحباب الكرام علينا ان نكثر منه كل من شعر بانه مفرط في دين الله كل من شعر بانه انه لا يقيم شرائع الله كل من ابتلي بخطيئة من الخطايا وقع في دن الدنوب اكثر من التسبيح ستعود الى الله وحتى كل من عنده شطاحات عقلية بعض الناس عندهم افكار فلسفية واديولوجيات يؤمنون بها اقول لهم اكثر من التسبيح سيفتح لكم الله تعالى انوار الهداية وتصبح افكاركم مبلورة ايمانيا الى ان قال وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمُعُوا الدِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ مازال باقينك يقول مجنون اول ايه مدق الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون وفي اخر الايه يقول الله تعالى وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الدِّكْر لما سمعوا القرآن وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ما معنى يزلقونك بأبصارهم قال العلماء هدفها مشروعية الدرب بالعين سيدنا النبي كانوا يضربوه بالعين لأنه ربنا اشتباه وعطاه النبوة وعطاه الرسالة وعطاه الوحي فالبعض شعر بالحسد وبالغيرة وكانوا ينظرون إليه من بهار ومعنى يزلقونك بأبصارهم يعني يضربوك بالعيون دي لهم والعين حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول العين حق العدو إذا لم يصل إليك بيده ولم يصل إليك بتخطيطه قد يصل إليك بعينيه لأن في قلبه حسد من شر حاسد إلى حسد فكان النبي الكريم يعلم الأمة ويقول قولوا أعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة ومن شر حسد حسد من طرق الحرب بين الناس بعضهم بعضا هو الضرب بالعين وكان النبي الكريم يرقي الحسن والحسين يقول تعالوا أرقيكما وكان الصغار جميلين ويتعردان لنظر الناس ويقول بسم الله أرقيكما والله يشفيكما من كل داء يؤذيكما إلى أن قال الله في ختام ختام السورة سورة القلم بدأ بنون والقلم وما يسترون وانتهى بقوله تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين كل هذا الكلام الذي طرحناه هو ذكر للعالمين العالمين يعني الإنس والجن وكل المخلوقات كلها تسمع كلام الله وتسبح والكل يسبح لله تعالى وهذا الخطاب ليس للمسلمين بل لليهود وللنصارى وللبوديين وللهندوس وللادنيين خطاب للعالمين من الإنس والجن ربنا عز وجل أن يعيدنا إليه عودا جميلا أراد منا أن نكون جميعنا متقون صالحون وفي السورة أعطانا الله تعالى السر لقصعوبة قال لك السر البسيط أين هو يقمن في التسبيح فأهل الجنة قالوا قالوا لما قلم أخو أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فالتسبيح هو المخرج من العذاب الألم وصاحب الحوت أيضا سيد نونس لولا أنه كان من المسبحين فدعوة لنا جميعا أيها الأحباب الكرام من أراد أن يرتقي في مقامات الإيمان واليقين فليكتر من التسبيح ومن كان يشعر بأن عقله مغلق وقلبه مغلق وأن عنده الرفض التام فإن مفتاح الهداية أنه يسبح لله تعالى ستدركه رحمة الله الواسعة نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة القرآن الكريم وأن يكون لنا في الدنيا مرشدة وإلى القبر مونسة وإلى الجنة رفيقة آمين آمين يا رب العالمين